كيفاش؟ ايها للا انت يا جيتي في الكار حل جيما محبا بي مشروبات مقاعد جد مريحة ويفي وخدمات اخرى مع الساتيام بريميام اكتشفوا متعة السفر من جديد الساتيام السفر على حقو طريقو اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في الحصاد اليومي نقدمه لكم من قناتكم نستهل الحصادة بالعناوين مجموعة التجاري وفا بونك تطلق سلسلة ندوات تحت شعار نتبادل لفهم اكثر درجات الحرارة تعود الارتفاع في هذه المناطق الفيفا يصدر قرارا بخصوص الهيربي سليمان ديارا لاعب الودادة البيضاوي البداية ستكون من الضار البيضاح حيث اطلقت مجموعة وفا بونك سلسلة ندوات تحت شعار نتبادل لفهم اكثر شعار يتبنى الحص المقاولة والمقاولين الشباب لنشاهد الروبرتاج اطلقت مجموعة التجاري وفا بونك سلسلة من الندوات تحت شعار نتبادل لفهم اكثر شعار يتبنى الحص المقاولة والمقاولين الشباب وغيرهم من المحنكين في جو يمكن الجميع من تبادل الخبرات والتشجيع على صنع مقاولين ومقاولات فايلة في هذا الوطن. سيدماروك يعمل على التعليقات والتعليقات 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 والمقاولات والمقاولات في المنزل معرض. ومتطور الوزير المنتدى بلاد وزير الصناع والتجار والاستجمار والاقتصاد الرقمي المامون بودود لتداروه سوضع المقاولات والمقاولين بالمغرب ومعطاق البركة من الأجل الوزرين في مغرب ومعطاق البركة من البركة من الأجل الهنة التي يحقق تسنونها يجب أن نابيل أن يحقق نابيل أن يكون لكي تجاري بسرعة من قلتها ومعطاق الهنة في بلده ولكن لقد يكون مثل المعارك في العديد عليها ومع العديد إلى الوزنة الماركز منذ يمكنك رقم ميزة مباركة من المدينة يتحجب أن تكون ستتلقب ونحن نطلب من هذه المرورة مجمع لتفرق أمنا لكي أتحجب أن تكون محلوا فيها وكي أتحجب أن تتحجب وكي أتحجب أن تكون مجمع الفائر إذا لم أتحجب حوال الأخراف لم أفعل ذلك كما أفعل ذلك بأنني أتحجب أن أفعل ما أفعل ذلك مشكلة لنقل يريد أن يكون أفعل ذلك لن zab calcul نعم فکには فهمية لظهبات الأن للتالي م العمل للتواقق هذا فهو نعم شكر Relax سنحصل فيغ opera يحضر WiFi سننذهب إلى أشياء مرة أخرى، مرة أخرى، مرة أخرى، مرة أخرى، مرة أخرى. التجاري وفاة بنك ومختلف الفاعلين الذين حضروا الندوة حاولوا تعبيض الطريق أمام المقاولين الجدود بتوجيههم ومصاحبتهم وتوجيه النصح لهم لتفتح الأبواب لأفكار ومقاولات جديدة تؤتت بها اقتصاد المملكة. سننذهب إلى 5 عام، ومرة أخرى، مرة أخرى. وفي خبر آخر، أوقفت الشرطة الإسبانية مواطنة المغربية في ميناء جزيرة الخضراء بعد العثور على شاب من جنسية المغربية مخبئ بسيارتها داخل المكان المخصص لوضع العجلة الاحتياطية. وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن المواطنة المغربية التي تقتن بمدينة مورسي الإسبانية من المنتظر أن توجه لها تهمة ترشيكا بجريمة ضد حقوق الرعاية الأجانب والتهريب. ننتقل إلى أحوال التقس ليوم غدين السبت حيث أعلنت مدرية الأرصاد الجوية الوطنية اليوم جمعة في نشرة خاصة أن الأقاريم الجنوبية للمملكة ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً لدرجات الحرارة ابتداء من يوم غدين السبت لتمتدى يومي الأحد والإثنين إلى مناطق وسط وشمال المملكة. وفي الخبر الرياضي أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قراراً بخصوص قادية الوداد البيضاوي ولعبه الهارب سليمان ديارة حيث قررت عدم منح اللاعب المالي رخصة اللاعب لفريق أوبيستر مجري. وجاء هذا القرار للفيفا بناء على الدفوعات التي تقدمت بها إدارة الوداد البيضاوي والتي طالبت بدفع الشرط الجزائي الموجود في العقد الذي يربط اللاعب بالفريق الأحمر والذي تصل قيمته إلى الملياري السنتيم. إلى هنا نأتي مشاهدين إلى نهاية الحسد. إلى اللقاء. موسيقى 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 موسيقى